كنا بنقول يعني ده خيال انت بتحلم لكن الخيال بقى واقع ولما خرج علينا بموضوع الميتافيرس أخدناه شوية في الهزار والسخرية بس أيوة بيحصل يعني لما حد يقولك انت ممكن تحول الفلوس لمجرد التفكير آه حيحصل لما تدخل تتسوق في السوبر ماركت تاخد الحاجة وتمشي ووتوماتيك يتقسم من الفيزا من غير كاشير ولا غيره آه حيحصل الخيال بقى واقع ازاي انا الكلام ده ما جبتهش من عندي انا جبته من ضيفي بس هو اللي هشرح لنا ازاي الكلام ده مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات اهلا بيك اهلا بحضرتك ازاي يعني انا بداية الكلام اللي هقوله يعني مش كلام هايحصل هو كلام بالفعل موجود فيه منه حاجات انتهت وبقت موجودة في شكلها الكامل وفيه حاجات بتقال عليها بروتوتيب او لسه فطورها الاولي تمام عشان بس الناس ما تقولش انه بقول كلام كده انا انا مدرك اللي انا بقوله وانا بكمل قوال عقلية طب تعالى نبني بمستقبل يعني التكنولوجي ومستقبلنا في الصفر مثلا المشوار اللي ما بين سان فرانسيسكو ولوس انجلوس مثلا بيتاخد في 8 ساعات اوتوبيس او في 4 ساعات قطر او في 3 ساعات طيارة ممكن يتاخد في 30 دقيقة من خلال حاجات بقت موجودة دلوقتي وبالفعل من 2014 في مشروع اسمه هايبر لوب هايبر لوب ده عبارة عن بصي هي الحلقة تقريبا كلها الفقرة دي هتبقى بتتكلم عن واحد كده اسمه إيلين ماسك هو مش واحد هو تاريخ لان غالبية الحاجات هو اللي انبيه هو اللي اخترى قال احنا دلوقتي عندنا عاملين هما اللي بيأثروا على سرعة اي مركبة العامل الاولاني اللي هو الريزيستنس مقاومة الهواء والعامل التاني هو الفريكشن الاحتكاك فهو فكر في فكرة وهي مش حي مش فكرته هو بس الفكرة دي كانت موجودة سنة 1800 تقريبا حاجة واربعين ان عملوا سكة حديد قطر بتحرك بفكرة مشابهة هو خد الفكرة بس وطورها ان هيعمل حاجة اسمها لوب انبوبة ستيل معدن بيعدي جواه كابسولة الكابسولة دي هي وسيلة النقل اللي احنا هنركبها احنا هنركب جواه كابسولة؟ بالزبط كده كابسولة بحجم الكابسولة؟ لا يعني عربية بشكل كابسولة يعني كابينة مش علشان تتحرك جواه التيوب دي وفي نفس الوقت سرعتها بتصل ل760 ميل في الساعة اللي هو يعادل 1240 كيلومتر في الساعة وده فطورها الاول هم عايزين يوصلوا ان احنا انا بقى في مصر وشغلي في امريكا فاسافر في ربع ساعة اروح شغلي وارجع تاني البيت ده اللي هم عايزين يوصلوله بحيث ان دي بتعتمد على ده اصعر الساروخ اه يعني انا بركب واوصل على طول كده تفريغ هوا مع فكرة ان الكابسولة دي جوه التيوب بمجال مغناطيسي معين فمتبقاش ملمسة لسطح المعدن بتبقى طايرة عليه مع الهوى وبيعمل فاكيوم او تفريغ فتاخد سرعات عليه دي اوال